ليس غريبا أن يتصارع أغنياء العالم من الملوك والأمراء والمشاهير في اقتناء أغلى الملابس والذهاب لأفخم المتاجر والإنفاق بإسراف لكن الغريب هو البزخ في تنظيم أفخم حفلات الزفاف الذي وصل تكلفة أشهرها إلى 300 مليون دولار تضمنت التكاليف باقة ورد ثمنها صادم كان حفل زفاف سلطنة بروناي هو الأبرز الذي تكلف 300 مليون دولار وتم فيه عقد قران الأمير عبد الملك على عروسه دايناشكو عام 2015 وتسلم كل مدعو ساعة مرصعة بالألماس كهدية استمرت مراسم حفل لبن الأصغر لسلطان دولة بروناي لمدة 11 يوما وارتد العروسان ملابس مرصعة بالذهب والألماس وكانت الصدمة الكبرى هي هدية للعروس وكانت عبارة عن باقة زهور من المجوهرات بدلا من الورود بمليون دولار وأيضا كان معها حذاء مرصع للألماس ومن حفل سلطنة بروناي إلى حفل ابنة الملياردور لاكشمي ميتال كانت الإثارة الأخرى في هذا الحفل الذي تكلف 78 مليون دولار كان حفلا هنديا أسطوريا ضم أكثر من ألف مدعو تمتع بإقامة مجانية لمدة خمسة أيام وتصدر العرس لائحة أغلى الأعراس في مجلة فوربس وجرت مراسم العرس في قصر فاغساي في فرنسا وفي عام 1981 ضجت انجلترا بصخب حفل أسطوري آخر هو زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز حيث بلغت تكلفته 48 مليون دولار وأطلق عليه عرس القرن وكانت له متابعة عالمية ضخمة ارتدت ديانا فستانا من الدانتيل العاجي العتيق يحتوي على عشرة آلاف لؤلؤة والفستان بأكمل معطر بهاوس أوف هاجان من أقدم العطور الفرنسية فيما تصدر حفل زفاف الشيخ محمد بن راشد المكتوم عنوين كبريات الصحف العالمية الذي تكلف 24 مليون دولار و500 ألف دولار حيث تم بناء مدرج ضخم خصيصا لحفل الزفاف ليسعى جميع الضيوف البالغ عددهم 20 ألف شخص واستمر الحفل لمدة سبعة أيام متواصلة وانضم العرس إلى لائحة أعراس أصحاب المليارات في مجلة فوربس العالمية وفي التاسع والعشرين من أبريل نيسان عام 2011 أقيم حفل زفاف للأمير ويليام وكاثرين دوقة كامبريج في كاتدرائية وستم ماستر وأبرزت فيه العائلة المالكة البريطانية مكانتها المميزة أمام العالم بعد 30 عاما على زواج الأمير تشارلز من الليدي ديانا وبلغت تكلفة حفل الزفاف 35 مليون جنيه سترليني ما جعل الجميع يتساءلون عن انعكاس حفل الزفاف على الاقتصاد البريطاني وحضر الحفلة 1900 شخص وبلغ ثمن كعك الحفل 80 ألف دولار كما ارتدت العروس فستانا ثمنه نصف مليون دولار وأسبوعيا تبهرنا صور الأعراس الخيالية التي نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي ويتولى تنظيمها أشهر منظمي الحفلات والمناسبات في العالم ولعل ذلك ما يدفع العديد من المشاهير إلى التباهي بأعراسهم التي تخلد في التاريخ في المقابل دفعت باستنكارات من البعض مع تساؤلات ولماذا كل هذا البزاخ في وقت يكفي فيه تكلفة حفل زفاف واحد لإطعام دولة فقيرة لمدة عامة برأيك هل أنتم مع هذا البزاخ أم ضده في الأعراس والحفلات؟ اشتركوا في القناة